من أسوأ الأخبار التي من المحتمل أن يتلقاها الشخص هي خبر فصله من عمله والمثل يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق إنها مسألة محزنة للبعض وكارثية بالنسبة للآخرين عبدالله أحد الموظفين في السعودية مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة تلقى خبر فصله من شركة باندا المختصة بتجارة التجزئة باختصار هي سوبر ماركت كبير جدا فسجل هذا الفيديو الذي يشكو فيه الظلم وانتشر على وسائل التواصل أنا مغضف ومظلمت والله يضربوني يعني زيكم كده ما يرضي الله الله حسينه آيه مرقصارت يعني تعبت حتى يشتغل أتعباش ما قصر ما قصر بشغلي ليس الناس يضربوني أنا أنا مغضف على اللذين شاهدوا الفيديو على وسائل التواصل انهالوا بالانتقادات بكثرة على الشركة أطلق بعضهم حملة تضامن من خلال هاشتاج ادعموا الموظف عبد الله يقول لك عبد الله بن خالد يقول عذرا عبد الله فالجميع مشغولون في لهو وترفيه وموسيقى من الملل لا عليك يا أخي فالحق حق وإن فعلوا ما فعلوا وإن غيبوا أو أخفوا الحق سيبديه الله وسينتصر الحق أحمد عجب يقول يفترض أن نظام العمل سن لحماية العامل أي الطرف الأضعف لكننا نجده للأسف يخدم مصالح الطرف الجشع عديم الضمير الذي لا يتوانى في قطع أرزاق الغلابة عبد الرحمن يقول لو في نظام صارم ومتابع من قيمة الوزارة العمل لما رأينا مثل هذه التصرفات لكن الوزارة يبدو أنها في سباة عميق محمد بن سليمان السويلم يقول لو لم يجدوا البيئة الجيدة لذلك وعلى حساب أبناء وبنات الوطن لما رأينا ذلك التسلط ولو طبقت قاعدة السعودية للسعوديين في الوظائف القيادية والإشرافية على الأقل وبشكل تدريجي لما عايشنا ذلك الكره الأعمى لنا ربما هذه في إشارة إلى أن المدير لشركة باندا هو من غير السعوديين محمد المسعودي يقول يا أخوة قبل كل شيء نتحقق من الحقيقة ونطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التدخل والنظر بصفة عاجلة في موضوع الأخ الرائع عبد الله وما حصل له ومحاسبة من كان السبب وتعالى عليه وظلمه وأخذ له وحقه وتعويضه من الذي سبب له الضرار وزارة العمل السعودية لم تعلق حتى الآن على هذا الموضوع لكن في عام 2015-2016 تقريبا ألزمت الوزارة الشركات الكبيرة بتوظيف واحد في المئة من عدد عمالها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة عمل موائمة لهم تقول باندا باندا هذه الشركة التي فصلت الموظف إنها توظف أكثر من 268 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأكثر من 7 ألاف سعودي من مجموع موظفيها البالغ 25 ألف أما بالنسبة لعبدالله فقد علقت الشركة في بيان قالت فيه تؤكد الشركة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بعد معاينة ودراسة دقيقة لحالة الأخ عبدالله خلال العام الماضي من قبل إدارة الموارد البشرية وتكمل في بيانها هذا ما قالته في إكمالها تحتفظ الشركة بتفاصيل الموضوع احتراما لخصوصية الأخ عبدالله ودويه علما بأنه سيتم تزويد الجهات المختصة بجميع المستندات اللازمة والمتعلقة بهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر